اشتركوا في القناة وبها نور العفق عم يزيد تعالوا هل أم إلينا الضفق عم يزيد مرحباً 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 أحبائي عم يزيد رأوا فرحان بزاف لي رأكم هنا اليوم معه وأنتم أكون فرحانين؟ نعم أنا فرحان بزاف بزاف في هاد منسبة سعيدة رأكم تشوفوا السنوة هديك السنوة الجميلة هديك وعم يزيد ولابس البرنوس كذلك على باركم علاش في هاد الفترة حبائي المولد النبوي الشريف تحبوا المولود تحبوا المولود في المولود نطيبوا نديروا الأطباق الشهية نشعلوا الشمع نقرأوا القرآن يا أخي حبائي المولد النبوي الشريف مهم جداً للأمة الإسلامية وإحنا في الجزائر نحبوا المولد النبوي بطريقة خاصة نحبوه بزاف لأنه مولد خير الأنام مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحبائي عندي بزاف فجأة اليوم رح نشوفهم الأغنية على اليوم شخصية اليوم كلهم رح يكونوا في هاد المنوال هذا اللي هو المولد النبوي الشريف أحبائي كما راكم حاضرين هنا راكم فرحانين اللي راكم هنا حبيت أصدقائنا لم يشوفوا فينا تاني نوري لهم نقول لهم إلا حبيتوا تكونوا حاضرين كما أصدقائنا اللي راكم هنا معلكم إلى توجهوا من نوقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمويازيد عليكم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويازيد أحب استقبلكم كامل 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 أحبائي في هذه الفترة هذه كذلك كين يوم عالمي مهم جدا هو اليوم العالمي اللي تأتأ أحباكم أحبائي كين أصدقائنا الأطفال وكين الناس عندهم تأتأ لبين جيمون يعني لما يتكلم ما يتكلمش بطريقة مستمرة تسيبو يتقطع في الكلام من تعو إذا كي اليوم العالمي هذا التأتأ تعالج يا حبائي عندها الدواء ديال هاي هو مشكلة تنفسي فقط ولكن احنا من خلال هذا اليوم العالمي اللي تأتأ اللي هو يوم 22 أكتوبر ماذا بينا نحسوا بعضنا بعض حتى لا عدم الاستهزاء من أصدقائنا اللي عندهم تأتأ بالعكس نساعدوهم لأنهم نسعديين كين ما احنا أحبائي يا أخي يوم 22 أكتوبر يوم مهم جدا هو اليوم الوطني للصحافة احنا من خلال هذا اليوم الوطني للصحافة الجزائرية نقول لهم كل عام أنتم بألف خير ودومتم موضوعيين لأن الصحافة هي سلاح الوطن هي سلاح دو حدين لازمها تكون موضوعية لأنه الصحافة تكون في خدمة المواطن حتى الخبر يوصل للمواطن بكل موضوعية يا أخي يا حبائي مهم جدا إذن عيد سعيد لكل صحفيين ودومتم موضوعيين ومتألقين إن شاء الله واش رأيكم أحبائي نستقبلوا باريد أستقالنا الأطفال رسائلكم هذا الرسائل اللي بعته من الأطفال عبر موقع الانترنات عمويازيد بالضغط على زرار أراء ومراحضات شكول يجيبه مننا ساعي الباريد إذن استقبلوا معي جليلو ساعي الباريد تعال مرحبا يا أطفال مرحبا يا أمو يازيد مرحبا جليلو مرحبا واش رأيكم لدي لباس لباس الحمد لله جليلو أصغر ساعي باريد متطوع مع أمو يازيد وين جبت لنا جليلو باريد باريد تعمل الأطفال أصدقاء على الأطفال فراظو إذن ضعوا في علبة الباريد جليلو وعمو يازيد رح يقره لكم من بعد وانتما أحبائي لما شاركوا للحضور ولما تروح الموقع لأنتنات عمو يازيد فاكم للمشاركة لحضور كدري مع السلامة عمو يازيد مع السلامة يا أطفال مع السلامة بيمكنكم إرسال رسائل عبر زرار أرى وملاحظات أحبائي تحبوا الألغاز رايح نطرح عليكم لغز هذا اللغز يقول شوفوا مليح عددان حاصلوا ضربهما خمسة عشر وحاصلوا جمعهما ستة عشر وعيدوا اللغز عددان حاصل الجمع تحم ستة عشر وحاصل الضرب تحم خمسة عشر فكروا مليح لغاية هذه الحصة أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا بإمكانهم المشاركة في الجواب عن اللغز بالتوجه لموقع لأنترنت عمو يازيد فاكم بالضغط على الزرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن حبائي فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب على اللغز اللي يقول لك عددان حاصلوا ضربهما خمسة عشر وحاصلوا جمعهما ستة عشر حبائي حبائي بما أننا في هذا اليوم المبارك في هذه الفترة هذه مولد خير الأنام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم راح نروحوا اليوم في شخصية اليوم نكتشفوا مع خلد مداز شخصية محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفضلي خلد مداز تفضلي تفضلي لدينا حبائي تصفيقة تصفيقة على بنتي خلود في شخصية اليوم تفضلي بنتي مرحبا يا أطفال مرحبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اثنى عشر من شهر ربيع الأول خمسمائة وواحد وسبعون ميلادي بمكة ولد يتيم الأب وفقد أمه في سن مبكرة فتربى في كنف جده عبد المطالب ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم بالتجارة تزوج في سن القامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوتان والممارسات الودنية التي كانت منتشرة في مكة نزل عليه الوحي بالنبوة وكان في غار حراء وأول آية نزلت عليه هي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق وكلف بالرسالة وهواد أربعين سنة أمر بالدعوة سراً لثلاث سنوات ثم أعلنها فأسلم جماعة من العربي فعدبتهم قريش قضى بعدهن عشر سنوات أخرى في مكة مجاهناً بدعوة أهلها وكل من يرد إليها من التجار والحجيج وغيرهم هاجر إلى المدينة المنورة والمسمات يثرب أندهك عام 622 ميلادي وهو في الثالثة والخمسين من عمره بعد أن تأمر عليه سادات قريش مما عارضوا دعوته وسعوا إلى قتله فعاش فيها عشر سنين أخرى داعياً إلى الإسلام وأستسابها نوات الحضارة الإسلامية التي توسعت لاحقاً وشملت مكة وكل المدن والقبائل العربية حيث وحد العرب لأول مرة على ديانة توحدية ودولة موحدة ودعا لنبد العصورية والعصبية القبيلية وبعد أن أكمل نشر دعوته وانتشر الإسلام في جزيرة العرب توفاه الله في 8 يونيو سنة 632 ميلادي يجلس على التراب ويرقع توبه ويخصف نعله بيده الكريمة وكان لا يجلس ولا يقوم إلا بذكر الله تعالى وقد مدحه الله جل جلاله بقوله تعالى وإنك لعل خلق عظيم صدق الله العلي العظيم امتاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة فقد كان بعيدا عن كل ما يشين سمعته سواء في أقواله أو أفعاله متواضعا عفيف صادق وأمين حتى لقبته قريش بالصادق الأمين برافو 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 بنتي برافو 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 إذن أحبائي كما عرفتنا خلود بنتي على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام بما أننا في هذه الفترة المورد النبوي الشريف وكامل إحنا كمسلمين نعتزوا بزاف بهذه الدكرة هذه لذا عمو يزيد اليوم دالكم أغنية جميلة جميلة نقل فيها على النبي صلينا وفي هذه الأغنية رح يندركها جيميليسا وخلود يديروا الحنة للأطفال وعمو يزيد رح يغني لكم على النبي صلينا على النبي صلينا إنه نور القرآن كان للحب يقينا سنة الهاب العذنان نتبعها تهدينا على النبي يا أحبابي صروا صروا على النبي على النبي صلينا على النبي صلينا على النبي صلينا على النبي صلينا نور تطعم الوجود والوراء أجمعينا يا بشرى خير مولود قد أتى ليهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي على النبي صلينا على النبي صلينا على النبي صلينا على النبي صلينا إنه الخلق العظيم إنه الخلق العظيم صادق الوعد أمين ربنا العالي الكريم خيره دنيا ودينا جميز على النبي خيره دنيا لا نور تطعم الوعد جوننا نور تطعم الوعد اوحبابي صلوا صلوا على النابي على النبي صلينا تطعم الوعد اوحبابه أحمد محمد هادي جاء نور إلينا رحمة بالعباد بمكة والمدينة على النابي يا أحبابي صروا صروا على النابي برافو 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 أحبائي على النابي صلينا صلى الله عليه وسلم أحبائي أحبائي تحبوا ألعاب الخفة نروح أدرك مع عم يونس لجانا من مدينة سوق هراس في ألعاب الخفة تحية تحية العم يونس تفضل 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 إذن أحبائي تحية 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 العم يونس لجانا من مدينة سوق هراس تفضل عم يونس تفضل تحية 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 تح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برافو برافو عمو يونس برافو برافو أحبائي عجبتكم ألعاب الخفا جميلة 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 دركا واشتركوا نروحوا نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم مع دعاء لعلى لبنتي تفضلي دعاء تفضلي تفضلي الخضروات يوميا يقوموا بتحسين صحة الجدد ويقللوا من مخاطر الإصابة بالأمراض العديدة أحبائي كما قلتنا دعاء على بلكم باللي لما تتناول الخضروات تقيك من أمراض عديدة وتحسين صحة جسمك على بلكم الأطفال ما تحبوش بزا في الخضار يا أخي سعى لازم تأكلوا الخضار لازم 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 لأن الخضار مهم جدا 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 واش رأيكم أحبائي تحبو الحكايات عمو يا زيد رح يحكي لكم حكاية القط قادم يلا معايز فيها لكم إذن أحبائي كما وعدتكم هل نحكي لكم حكاية جميلة هذه الحكاية هي حكاية القط قادم واش بعناها هذه واحد النهار كانوا واحد الفئران واحد الفئران قاعدين هكدا ويتكلموا قرهوا من هذك القط في كل مرة كان يستطاد فأر منهم وبدوا يتكلموا قالوا لازم نسيبوا حل احنا يدركوا هذ القط يعباكم القطة في رجليها كما الأرانب في رجليها كيتمشي على الأرض ما تسمحاش ما تسمحوا وش نجي غير بالعقل هكدا والفئران ملوا منه كل مرة يجي يستطاد فأر يستطاد فأر بلا ما يسمعوه قاعدوا يتكلموا يا ربي لازم نحل كيفاش نديرو كيف يسمح لنا حل كيف يسمح败 قادوا يتكلموا يتكلموا كل واحد يتكلموا كيف يسيب حل ووحد يقوله لهم كذا ووحد يقول لهم لازم نديروه حارس عند الباب لازم يعسوك conte يكون جاي ووحد يقول لهم لازم مشوفوه لناسكن نروحولو تماما نعسوه وحد قال لهم أنا عندي الحال قاولوا وش هو الحل قال لهم أنه منعلقوا جرس هنا في الرقبة تعلق القط كلما يتحرك كلما يجين سمعوا هذك الجرس نعرفوه بالليجا ايه قولوا فكرة جميلة ومن بعد قولوا بسح شكل يعلق هذك الجرس للقط هنا المشكل الحل صابوه ولكن هذك التجسيد تعلق الحل يعني باش يتبقوا هذك الحل صعب جدا بالمرات الإنسان كي يفكر في الحلول يفكر في حل هكذا بيدون ما يفكر في الطريقة ليقدر يتطبق بهذاك الحل ميازد يا ميازد العبرة من هذه القصة هي أنه من الممكن أن تقترح حل لمشكلة ما ولكن الأهم هو هل تستطيع تنفيذ هذا الحل بشكل علمي؟ برافو 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 كيما قلت لكم الحل بالمرات تتصيبه ولكن دائما تفكر في الطريقة هل تقدر تطبق هذاك الحل ولا لا لا يا أخي أحبائي إذن أحبائي كيما شفنا في الحكاية الإنسان بالمرات يفكر في الحلول ولكن لازم يفكر في طريقة تطبيق الحل ما لازمش الحل يكون صعب الفئران اقترحوا فكرة أنهم يديروا جرس في رقبة القطب ولكن شكون من المستحيل أنه قد يروح يدير الجرس في رقبة القطب لما يفق به إذن أحبائي الإنسان يفكر دائما في طريقة تطبيق الحل قبل الحل وش رأيكم دركا نروحوا نكتشفوا مع بنتي دنيا العلالي في فقرة تعرف على مدينتي مدينة جميلة جميلة هي مدينة أم البواقي إذن تسفيقها تسفيقها على الدنيا بنتي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي مرحبا يا أطفال مرحبا مدينة أم بواقي كانت تسمى باسم ماكو ماداس واختلفت أصول تسميتها إلا أن سميت بأم بواقي وتعني البقاء تقع في الجهة الشرقية للجزائر يحدها من الشمال ولايتي قلمة وقسنطينا ومن الجنوب ولاية خنشلة ومن الشرق ولايتي تبسة وسقهرات ومن الغرب ولايتي ميلة وباتنة تقدر مساحتها بسبعة آلاف وستمائة وستة وتلاتون كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 621612 نسمة وتضم 12 دائرة و29 بلدية تشتهر أم بواقي بأسواقها التجارية والتي تحتوي على أنواع البضائع والصناعة الحرف كما اكتشف فيها النفط حديثا تسخر المدينة بمعالمها الأثرية والتاريخية نذكر منها المدينة الرومانية مدينة قديوفالا، عين البرج، هنيشر، أولاد قوتي بالإضافة إلى الوديان والبحيرات وطبيعتها الساحرة برافو 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 أحبائي شكرا 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 بنتي الدنيا إذن مدينة أم البواقي مدينة ساحرة مدينة جميلة ونختلف هذه الفرصة لنسلمها لهم كامل أحبائنا سكان ولاية أم البواقي ومنطقة الشوية كلها والشرق الجزائري والجزائر عامة أحبائي أحبائي شكولي عنده في فقرة إضحك معنا شكولي عنده نكتة جميلة يجي حكيها العمو يزيد نكتة جميلة نكتة 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 تعالي بنتي أرواحي خادي بنتي ما اسمك الشابة؟ ريهام ريهام؟ وين سكني ريهام؟ في الحراش في الحراش في جزائر العاصمة شحال في أمريك؟ ستاتون سناوة الله يبارك كنا نقتدعك؟ كان وحد طفل قتلوا يماهو شي خبزة فتاقاني يقول خبزة 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 كما طح في الحفراء قال دبزة دبزة كما وصل عند خبزة قال واطني دبزة هو عمله خبزة قال خبزة خبزة ما قال دبزة برافو 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 تعالي بنتي أرواحي 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 ما اسمك الشابة؟ اسمي إلينا قادري الله يبارك كيف عمرك بنتي؟ عمري 8 سنين 8 سنين حكينا نقطة تعالك بنتي؟ نقطة ديالي كان واحد الولد واحد رأسه بساف كبه واحد نهار قال خليني من دوش متخبه خليني يرح وقل ماما راح يشغشي ما هم باجكي ما قالت له قال ها عندكي قال ها قالت له قال فسمح لي يا بليدي أنا نشيت بدل من ديالك السكر في الحلي بدل من ديالك الفار ايه السكر في الحلي بدلت لك الخميرة وراس كلها خميرة ها ولا غير يرقد ولو لا ينسى نوع من الحلي بي يراجعك ذاكي بس هو رضع راسك كبير ها الخميرة برابو 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 شكولي عنده عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي تعالي بنتي هرواحي هرواحي بنتي هرواحي أقعدين ها واسمك الشابة باتول صارة شحرا اسمك طويل نحن نعيد لك باتول او صارة؟ عندي زوج اسمك زوج خلاص باتول صارة وين سكني بنتي؟ في ولاية تيبازا في تيبازا وش هي هادية؟ هادية مصحف مصحف لي من؟ ليك لينا الله يبارك برابو اوه مصحف جميل 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 وفي المولد الله يبارك الله يبارك نحتفظ ماذا بنتي؟ حكي لي نكتة عك بنتي الميازي جيت مع أخويا اه اجتماع أخوك ورا اروح 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 تعال وش حبي يقولنا أخوك اروح اقعد هنا واسمك؟ عبد الرحمن الشحبر الله يبارك وتسكن في تيبازا داني الله يبارك عندكم نكتة تحكوها لي؟ نا احكي لي قال لك واحد العجوزة راح تلطبع بقاتله عندي المافجينو والكاس في المعدة قال لها دخلتي بالسيتي والسكني اه عندها القاز والماء اه 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 اخو ساقدت لسيتي برابو برابو عندك نكتة حكي لي نكتتك منك قال لك واحد بلعسي ربيتا ريق ونشوف بلعسي ربيتا ريق ونشوف الله يبارك برابو 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 بنتي برابو برابو إذن أحبائي من فقرة إضحك معنا نروح ودرك الفقرة رسائلكم أحبائي الرسائل اللي جابهم من السعي بارد جليل ومقبلة عمو يزيد رح يقرأهم لكم هنا عمو شيشو جبنا رسائل استقاعنا الأطفال اللي جابهم لنا جليل ومقبلة باش نقرأهم ثم يا أحبائي نحبتوا عمو يزيد يقرأ رسائل لكم هنا مع لكم إلى توشه الموقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار أرأ وملاحظات شكرا 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 عمو شيشو تحية شكرا إذن أحبائي الرسالة الأولى غزالي جاد أربع سنوات من الجزائر العاصمة عين بنيان قال لك بنتي تحب الأخ يزيد وتريد أن تحتفل بعيد ميلادها مع الأخ يزيد ومع الأطفال إذن جاد غزالي مرحبا بك مرحبا بك رسلينة باش تحتفل بعيد ميلادك وإن شاء الله نحتفلوا به هنا كامل 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 أمين عبدالحاكيم مهري أربع سنوات من الجزائر العاصمة كذلك قال لكم أريد المشاركة في الحصة الممتعة إذن أمين عبدالكريم مهري أريد مرحبا بك مرحبا بك حتما سوف سوف نكلمك الرسالة الموالية جفال نرجس أربع سنوات مدينة بوسعادة وإلى تمثيلها الله ببارك أريد المشاركة في البرنامج يا عموية زيد إذن جفال نرجس من بوسعادة المثيلة سوف نكلمك حتما باش تجي تحضري معنا الرسالة الموالية برهومي ياسين أربع سنوات من مدينة عين بن يان الجزائر العاصمة قال لكم حصة رائعة وعمو يازيد والأطفال أروع الرسالة الموالية مختاري أيمن 11 سنة مدينة ولاد موسى ولاية بو مرداس قال لكم أنا أحب الأطفال وتحصلت على شهد التعليم الإبتدائي وأريد أن أحتفل بها معكم الله يبارك ربي يحفظك وبالتوفيق إن شاء الله ألف مبروك مختاري أيمن من ولاد موسى ولاية بو مرداس أحبائي يا عمو يازيد يحتفظ بهذا الرسائل هادي ودركها الحقنا للجواب عن اللغز إذن أحبائي فكرتوا في اللغز اللغز قال عددان حاصلوا ضربهما خمسة عشر وحاصلوا جمعهما ستة عشر شكو لي عنده جواب شكو لي عنده جواب شكو لي عنده جواب يلا تعال تعال أروحوا في زوج أروحوا في زوج يلا شكو أنت أهضر للأولى خلاص سيلا سابت الجواب ولا عندكم نفس الجواب آآ نفس الجواب معلش معلش تذكرهم باسمك ماريا ماريا الجواب 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 هو خمسة عشر في واحد يسوي خمسة عشر وخمسة عشر زائد واحد يسوي ستة عشر آآ معلش كلين ما اسمك منت وفاء وفاء هذا هو نفس الجواب نعم معلش نعطوها الهدية لها معلش نعم معلش معلش شكرا قعد معي قعد معي قعد معي قعد معي أعطيه الهدية هاتح إذن بنتي ماريا عم ويزيد يعطيك هذه الهدية على شرطك إذن عددان هما 15 و 1 قواندي معي 15 ضرب 1 تسوي 15 و 15 زي الواحد تسوي 16 إذن برافو بنتي شكرا عمو يازيد العفو العفو بنتي ربي حفظك لا خليك لا خليك تفضلي 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 أحبائي عرفتوا اللغز إذن أنتم تاني أحبائي إن شاء الله تكونوا صبتوا اللغز وجاوبتوا عبروا ماكو على الانترنت عمو يازيد بون كوم بالضغط على زرار جاوب على اللغز وذلك الحقنا لفقرة رسم اليوم إذن بشرة بنتي جيبيننا رسمها ذاكو نشوفوه نشوفو بشرة وشية المفاجأة اللي درتها لنا تعالي بنتي تعالي تعالي أروحي بنتي الله يبارك ركي لابسة زيت تقليدي جميل 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 أنا نحكم الرسمة هذا أوه وتيات كل مننا عليه بمناسبة المولد نبوي شريف تاعة 2021 نتمنى مولد نبوي شريف لكافة الجزائريين اللي رامي يشاهدوا في المنزل وليك تاني عمو يازيد برافو ربي طول عمرك ربي يخليك إذن مولد نبوي شريف كريم لدقى عن الناس إذن ديلهن في منزل عمو يازيد باش نعلقوه تاني كما رخرين إذن أحبائي في كل حسة نصطدفو طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا واليوم عندنا عيد ميلاد رشا تعالي بنتي تعالي رشا نحتفل بعيد ميلادك حنا نغنولها عيد ميلادك أحلى عيد وأستقاعنا يروح يجبوننا لقات وتحها تعالي بنتي أروحي نغنولك الشابة عيد ميلادك أحلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من التباب يديك نتمنى صحة وسعادة وهنا شاء الله يرغبين نميلاد سانة وتعش أيامها أخرى شاء يا ربي نميلاد سانة وتعش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا نسأل مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا سيّبناها ليلة حلوة يا محلاها بسمك أنتا سيّبناها ليلة حلوة يا محلاها بابا ما يدعولوه واصحابوه يبرغولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن راشا بنتي عمو يزيدي شعلك الشمعة وانتوما حبائي لازم تقربوش النار كامل الكبار هم ليش علوكم الشمعة بلازمش تلعبوه بالنار حلوة نحبوكم ما لازمش تتحرقوه يا اخي ندولو العد التنازولي لراشا إذن سبعة ستة راشا سبعة ستة واحد طفينا الشمعة طفي برافو 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 إذن أحبائي أعطيلي الشهادة تحا إذن راشا عمو يزيد يعطيك شهادة إنجح تصوير حصة ما عمو يزيد وانتوما أحبائي كل واحد فيكم راح يديها الشهادة بأسمه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة ما عمو يزيد يا اخي وراشا بنتي بما أنك راسلتنا باش تدري عيد ميلادك رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هاد الهدية الجميلة الجميلة هادي باش تستفادي بها يا اخي بنتي أكي فرحانة فرحانة بزاف لشبية بزاف بزاف الله يبارك أنا عندي صديقي هنا مقبيلة قالي حبيت نقول لك حاجة واسمك ولدي يا واسمك يا وش حبيت تقول لي قبيلة وش قلت لي نحبك كثيرا نحبك كثيرا مقبيلة أيد صديقي ربي يحفظك قالي حبيت نقول لك أنا اللي قلت لك ذلك النهار بلي نحبك كثيرا إذن أيد وليدي عمو يزيدين يحبك 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 يا اخي وانتما أحبائي كامل عمو يزيد يحبكم يا اخي إذن مدم عمو يزيد يحبكم كامل 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 وأصدقائنا لم يشوفوا فينا تاني نقول لهم ابقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نحبوكم 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 السلام لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعيد جديد مع عمو يزيد جينا على عمو يزيد من الحالي واسمني مريم وجيت لحصة عمو يزيد وشن دير المولد النبا الشريف بسو اللبس تقليدي طيب وطمين أو الحصة عمو يزيد زي شرطة الحصة عمو يزيد أردناها مستوحات من الواقع المعيشي يعني من الواقع الاجتماعي تعطف الجزائري وش بماذا يحتفل في بيته وماذا يحتفل في المدرسة كل أعياد الدينية والأعياد وطنية وتوجدة وحنا نحب من خلال هذا الأعياد الكامل دائماً نوجه رسالة رسالة لأطفالنا كيفية الاحتفال ولماذا نحتفل لأنه مهم جداً باش ولدنا يعرفوا هذه المحطات التاريخية إما دينية أو وطنية إذن المولد نتقلم على مولد خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحال هكذا في كل أعياد إما الوطنية أو الدينية نحاولوا من خلالها مفرع أولدنا شبت اليوم موفيس وليدي عبد الجالي جبتوا بشهد الحصة تعمو يزيد أشكرهم كثيراً إن شاء الله أتمنى أنه نزيد بنا التألق والنجاح والاستماع عليها بإذن الله أنا جبت بنتي اليوم لها باش تجوز في الحصاتة عمو يازي صافيش حال ملو هي متوقعة باش تتوفو عمو يازي بس بتحبها تحب هذا الميسيون شاكسيو ما نتوفوها عندها عامل اللي سجد فلسيد هذا اليوم عمو يازي والحمد لله اليوم عيضاً وجات بشهد حقق الحلم ديالها الحمد لله الحمد لله لأننا مساعدين لهم هنا يعاونوا نفسك ونحن الغروب بنا مكتوبة لا يوجد شخص لا يوجد شخص لا يوجد شخص في التنظيم يجب أن يكونوا كل شخص يخدم خدمته ولكن يجب أن يكونوا يجب أن نقص في الخدمة ونعاونه هذه الحاجة المليحة كما يجب الأطفال يستقبلوهم ونوجههم المركز يجب أن يكونوا وقد ندل أطفال طواحهم من هيئهم نفسياً بتحضير نفسي لازم لأنه تدخل لي يشوفها كاميرا وليشوفش حاجة يتخلها مع الأول لاب نجيبولوه الناس اللي مختصين في التهيئة النفسية لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جائد مع عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين